تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله نظمت جامعة البحرين بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمنا جامعة البحرين حفلة تخريج طالبة كلية البحرين للمعلمين من الفوج السابع إلى الفوج الحادي عشر وذلك في قاعة الشيخ عبد العزيز بن محمد الخليفة بمقر الجامعات في الأسخير وفي بداية الحفلة ألقى سعادة وزير التربية والتعليم كلمة رفع فيها أسمائية الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على ما يليه جلالته من دعم للتعليم ورعاية للعاملين فيه تأكيدا على ما يمثله هذا القطاع من أهمية كركيزة أساسية من ركائز التنمية ورافد من روافد التقدم والنماء معربا عن شكره وتقديره للدعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والذي ينعكس إيجابا على تطوير قطاع التعليم تحقيقا للتطلعات المنشودة كما عبر الوزير عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم للدور الذي قام به في دعم هذه الكلية التي جاء إنشاؤها لتلبية حاجة قطاع التعليم إلى الكفاءات التدريسية والقيادية الوطنية والإسهام في تنفيذ الخطط التي تنفذها الوزارة من أجل تجويد عملية التعليم والتعلم وتحسين مخرجاتها وأشر سعادته إلى أن حفل التخرج لهذه السنة يتزامن مع حصول كلية البحرين للمعلمين على الاعتمادية الدولية من مجلس اعتمادية إعداد المعلمين بالولايات المتحدة لمدة سبع السنوات للفترة الممتدة ما بين 2023 ولغاية 2030 ما يعزز دورها في إعداد المعلمين ويعطي قيمة أكاديمية مضافة على برامجها الدراسية والتدريبية وعلى الشهادات التي يحصل عليها خريجها وأهنأ سعادة الوزير في كلمته جميع الخرجين وأولياء أمورهم وعائلاتهم وعضاء مجلس الإدارة والهيئة الإدارية على جهودهم في الارتقاء بالعمل في الكلية وتوفير المناخ الملائم للطلبة للتعلم والتفوق بإشراف ودعم من وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين وقال سعادة الوزير إن كلية البحرين للمعلمين نجحت منذ تأسيسها عام 2008 في تخريج 11 دفعة تضم 3992 من الطلب البحرينيين الذين ابتعثتهم الوزارة للحصول على المؤهلات التربوية من جهتها هنأت الدكتورة لوسي بايلي القائم بأعمال عميد كلية البحرين للمعلمين في كلماتها الطلبة بمناسبة تخروجهم وانضمامهم إلى كوكبة متميزة من خريجية الكلية في الأعوام السابقة مؤكدة أن وصولهم إلى هذه المرحلة نتيجة تفانيهم ومثابراتهم وعملهم الجاد ليكونوا مساهمين في ازدهار المسيرة التعليمية في المملكة وخلال الحفل قام سعادت وزير التربية والتعليم بتكريم أعضاء مجلس إدارة كلية البحرين للمعلمين ثم بتسليم الشهادات للطلبة المتفوقين والخريجين من البرامج والتخصصات كافة كوكبة متميزة من خريجي العلم والمعرفة اعتلت اليوم منصة التتويج لتبدأ مرحلة جديدة تتسم بالعمل الجاد والطموح فدور كلية البحرين للمعلمين في رفض سوق العمل بنخبة من المعلمين المؤهلين من أجل المساهمة في تطوير العملية التعليمية ومخرجاتها كلية البحرين للمعلمين إذ تحتفل بتخريج هذه الكوكبة المتميزة من طلبة الجامعة فإنها في نفس الوقت تحتفل بحصولها على الاعتمادية الدولية من مجلس اعتماد ممارسة تدريب المعلمين بالولايات المتحدة الأمريكية وهو يأتي تتويجا للجهود الكبيرة في الواقع التي بذلتها كلية البحرين للمعلمين ومجلس إدارتها للحصول على هذه الاعتمادية بما يؤهلها لتتبوأ موقعها كواحدة من أهم كليات أعداد المعلمين على مستوى الوطن العربي ساعداء جدا بالاحتفال بكوكبة من خريجي كلية البحرين للمعلمين من الفوج السابع إلى الفوج الحدي عشر اللي احنا ساعدين جدا بأنهم رح ينخلطون في مدارس المملكة هذه نقلة نوعية للتعليم في المملكة ما شاء الله العدد كبير وهو العدد بعد فيه إضافة زيادة أنهم كلهم صاروا أكريدتد بالاعتمادية الجديدة لحصولاتها الكلية برامج أكاديمية متنوعة وتخصصات دقيقة هي حصيلة ما خرج به طلبة كلية البحرين للمعلمين ليكونوا مؤهلين وعلى قدر من المعرفة والعلم من أجل نقلها إلى جيل المستقبل من الطلبة والطالبات كوني أنا معلمة أفتخر أن أنا خريجة من كلية البحرين للمعلمين طبعا أي خريجة أو أي معلم يكون متخرج من هذه الكلية يكون كأن وسام شرف هاي الشيء جدا سعيدنا أكون في هاي المهنة اللي هي بتكون الأساس الأول للجيل الجديد إن شاء الله بيكون الجيل اللي بياخد مملكة البحرين وطبعا أنا مستعد كل الاستعداد أني أطور من هاي المهنة وأخدم الطلاب فرحاني نحن كلنا متفائلين جدا باللياينا إن شاء الله الشهادة اللي بنحصلها اليوم هي بتفتح لنا بيبان كثيرة وإن شاء الله بنكون نحن معلمين الأجيال المستقبلية صراحة مشاعر حلوة ويخلي الإنسان يكون عنده دافع زيادة علشان أنه يقدم ويخدم الوطن بالسراتيجيات اللي تعلمناها بتفظيف التكنولوجيا إن شاء الله كل طالب بالأمس هو معلم اليوم يحمل رسالة تعليمية نبيلة يخدم من خلالها مملكة البحرين ومسيرتها التعليمية ومخرجاتها والتي جاءت لتتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين ها هم صناع المستقبل ينطلقون إلى أفاق أرحب لتكون لهم بصمة واضحة في إخراج جيل متسلح بالعلم النافع ففي هذا اليوم يضع خريج كلية البحرين للمعلمين أقدامهم على عتبة الحياة ليساهموا في خدمة وطنهم ويكونوا جزءاً أساسياً لتطوير المنظومة التعليمية في المملكة خلالي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر